هل مازال الحل الدبلوماسي ممكنا؟ سؤال يفرض نفسه مع ارتفاع حدة التوتر بين مصر وإثيوبيا على خلفية تعثر مفاوضات سد النهضة مصر التي أكدت أنها ستتخذ كل السبول لحماية حقوقها المائية واصلت جهودها الدبلوماسية لعرض وجهة نظرها في أزمة السد حيث التقى وزير خارجياتها سامح شكري مع صفراء الدول الإفريقية لإطلاعهم على آخر مستجدات المفاوضات وما بذلته القاهرة في هذا الصدد من جهود جدة نحو التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الأطراف الثلاثة في المقابل تصر إثيوبيا على بدء الملء والتشغيل للسد دون الاتفاق على آلية لذلك ودون اكتراث بمصالح الآخرين وفي هذا الصدد دشنت أدس أبابا مبادرة لجمع تبرعات لاستكمال بناء سد النهضة وأعلنت البدء في التعبئة الأولية لملء خزان السد بعد أربعة أشهر متجاهلة في ذلك إعلان المبادئ الذي وقعت عليه أدس أبابا في عام 2015 والذي يفرد عليها عدم تخزين المياه إلا بموافقة مصر والسودان وتنص المادة العاشرة من إعلان مبادئ 2015 على أنه في حالة فشل الاتفاق حول قواعد ملء السد فإنه يتم الاحتكام إلى واسط دولي تكون قرارته منزمة للدول الثلاث ويحدد قواعد الملء والتشغيل وبالتالي لا يحق لإثيوبيا الشروع بعملية الملء الأول إلا بعد تنفيذ المادتين الخامسة والعاشرة والتوافق حول قواعد الملء والتشغيل وبحسب مراقبين فإن من مصلحة إثيوبيا العودة إلى التفاوض في واشنطن إذا كانت ترغب فعلا في بدء الملء بعد أربعة أشهر حيث لا يمكنها فعل ذلك إلا بموافقة مصر والسودان أما في حال خالفت الاتفاقية الملزمة قانونيا فإن ذلك يعد إخلالا بتعاهداتها الدولية التي وقعت عليها ويحق لمصر اللجوء للتحكيم الدولي اشتركوا في القناة